الفيديو رقم 3 من فيديوهات 4R الفيديو رقم 38 من فيديوهات الأبرلم الفيديو رقم 2 من فيديوهات المسلز of 4R فعمليا أنه تم تصوير فيديوهن قبل الفيديو السابق كان أيضا عن المسلز ذاك كان رقم 1 عن المسلز هذا رقم 2 لازم تحضر ذاك الفيديو حتى تقدر تربط المعلومات وتتسلسل بالمعلومات مع هذا الفيديو إذا كنت تريد فقط المسلز الروابط مع المحاضرات كاملة بأعلى يمين الشاشة تابع المحاضر المشهر الدخ المشهر 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 واحعادم كل الجاعة يتابعوني مثل ما شفنا انه بداية الفيديو انه هذا الفيديو رح يكون عن المسلز احنا المسلز قسمناه الى ثلاث اقسام سوبرفيشل و انترميديت و ديب انه يعني ذاك الفيديو تعرفنا على اربعة كلهم كانوا سوبرفيشل اليوم رح نتعرف على البقية اللي هنا الانترميديت و الديب اللي ايضا رح يكونن اربعة فاحنا بدنا بالانترميد miembarment مثل ما قلت بالمحاضرة السابقة بدنا ايت موسلز اثمان عضلات تعرفنا على اربعة المحاضرة السابقة واليوم رح نتعرف على اربعة تابع المحاضرة و نرجع مكملين مع الفلكسر وبرونيتر موسلز اوف فور ارم او ببساطة المسلز اوف انترميari كومبارتمنت اوف فور ارم طبعا بالمحاضرة السابقة أعرفنا أنه هذه المسلز المسلز of anterior compartment رح تكون مقسمة بـ 3 layers السوبرفيشل لير والانترميديت لير والديب لير بالمحاضرة السابقة تعرفنا بالكامل على السوبرفيشل لير فقط اللي كانت عبارة عن 4 muscles نأخذ مراجعة سريع عنهن حتى نبلش من بعدهن بباقي المسلز of anterior compartment قدنا أول مسل كانت هي عبارة عن البرونيتر تيريز اللي هذه هي الموست لاترال ون من ذني الفور مسلز ومن بعدها الفلكسر كاربي رادياليس اللي هذه المسلز اللي رح تكون ميديل لها مباشرة وتعرفنا أيضا على الفلكسر أو سوري على البالمارس تونغس البالمارس تونغس تقرفنا عليها البالمارس لونغس هذه العضلة اللي تكون مثل ما قاعد نشوف هذه العضلة الطويلة اللي بتانت المالت هيكون طويل وتصل إلى البالمار أبانيوروسيز تصل إلى البالمار أبانيوروسيز والعضلة الأخيرة كانت هي الفلكسر كاربي ألنارس اللي هي هذه العضلة اللي هي الموست ميديل ون من ذني الفورمسلز من المسلز وهذا المعنى الآن بعد أن تعرفنا على السوبرفشل بعد أن تعرفنا تعرفنا على السوبرفشل رح نتعرف على الانترميديات ليرز ولازم نتذكر أنه عندنا بعض الديب فننطلق مع الانترميديات لير الانترميديات لير يعني الانترميديات لير رح تكون عبارة عن عضلة وحدة اللي هي الفلكسر ديجيتورا سوبرفشلز طبعا إحنا طيب ستتساؤل أنه ليش قسمنا ليش قلنا أنه هاي العضلة خليناها كل يعني وحدة بلاير وحدة يعني حسب الولياتف وزيشن مالتها أو أكو مصادر أنه تعتبرها هذه من الديب لير ماكو يعني انترميديات لير مجرد سوبرفشل وديب ولكن أنه ما مور معتبرها سوبرفشل لأنه رح نتعرف بعض شوية على الريلة في فوزيشن مالتها فهي صايرة يعني صايرة سوبرفشل على الديب مصالز فأنه يعني ارتأ ارتأ مور أنه يخليها بلاير وحدة هذه هي العضلة ناخذ الشيب مالتها مثل ما قاعد نشوف هذه هي العضلة مثل ما قاعد نشوف العضلة مرتبطة بكثير من العظام العظم الأول اللي هو الهيومرس مرتبطة بالهيومرس هذه العضلة حتى نكون يعني حتى تقرون اسمها فلكسر ديجي تورم سوبرفشل العضلة مرتبطة بالهيومرس مع بقية العضلات اللي تعرفنا عليها المسبقا هذا الكامونفلكسر تندن فهي أيضا رح ترتبط بالكامونفلكسر تندن أيضا وياهم يعني ورح ترتبط بالقلنة مثل ما قاعد نشوف لو نلاحظ أنه أكون الهيومرس ورح ترتبط بالقلنة ورح ترتبط بالرديس فمرتبطة لحد الآن بثلاثة عظام وتكمل طبعا ارتباطها ويا من؟ ويا الديجي تس ويا الهنانة عمليا هنا رح تكون ويا الديجي تس اوكي الديجي تس اللي هي الأصابع يعني الفينجرز الآن سبب تسميتها بفلكسر ديجيتورم سوبرفشلز احنا مهم عندنا نفهم التسمية حتى ما ننساها أنه كارثة الأناتومي عنده الطلاب أنه يننسي فاحنا من نخلي نوقات معينة تخلينا نتذكر الأمور ما رح ننساها فلكسر معناته ببساطة تعمل فلكشن أي مصل اسمها فلكسر يعني رح تعمل فلكشن هاي ببساطة فهي وين موجودة موجودة بالفلكسر كومبارتمنت موجودة بالانتيري كومبارتمنت فأكيد رح تعمل فلكشن فاسميها فلكسر ببساطة ديجي تورم يعني رح تعمل فلكشن المن للديجي تس للفينجرز للأصابع طيب سوبرفشيالز أنا أكون عندي أضلتين عندي فلكسر ديجي تورم بروفندس وعندي سوبرفشيالز السوبرفيشالس يعني رح تكون سوبرفيشال البروفندس يعني رح تكون ديب فهمتوا الفكرة فلهذا السبب اكتسبت تسميتها من من الفونكشن مالتها ومن الوزشن مالتها انه هي سوبرفيشال من الوزشن مالتها بمنتهى البساطة هاي سبب تسمية العضلة وهاي معنى تسميتها طيب ننتقل بعدها الى الاتاتشمنت اوكي طبعا قلنا احنا الاتاتشمنت قبل شوية هذا هو الكمونفلكسر ولكن هنا بتفاصيل اكثر يعني انا الغاية من هاي الصور انه تشوفوها حتى تطبع بذاكرتكم طبعا هذا الكمونفلكسر هنا الكمونفلكسر تندن مننا رح يبلش فالاتاتشمنت مالتها اول اتاتشمنت مالتها رح يكون اهنانا قلت انه هي ترتبط بثلاث عظام ترتبط اول شيء بالهيوميروس اللي هو رح يكون بالميديا الابيكون دايو اه بالكمونفلكسر تندن تتبلش يعني من هنا بعدها ترتبط بالقلنة ترتبط بالقلنة مثل ما قاعد نشوف اهنانا قاعد ترتبط بالقلنة بهاي النقطة وترتبط ايضا ب يعني شوف هاي القلنة وترتبط ايضا بالراديس هاي شوفو هذا الخط هذا الخط السخين الاحمر هو هذا الارتباط مع الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشيالوس على الراديس بعدها طبعا نتكمل العضلة وترتبط بمن؟ ترتبط بالفينجرز بالفينجرز بهذا المعنى الآن ننتقل الى التندن ما لاتحشون رح يمر نشوف انه كل واحد من عدهن رح يروح للدجيت رح يروح للدجيت معين طبعا رح تمر العضلة رح تمر بالكاربال تنل رح تمر بالكاربال تنل مثل ما قاعد نشوف هذا تعرفنا عليه مسبقا انه هذا عبارة عن الفلكسر ريتناك لم تحت من عنده رح يكون الكاربال تنل يعني هو رح يكون اساسا الكاربال تنل اكو صورة يعني تقربا بنهاية هاي المحاضرة انه رح نشوفها رح تكون كلش لطيفة فهذا الفلكسر ريتناك لم ديب الى رح تكون عبارة عن الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشيالوس تندنس رح تكون فور تندنس كل أصبع رح يستلم تندن خاص بي وين رح ترتبط رح ترتبط بالمدل فيلنكس من كل فنجر من كل ديجيت طيب المعلومة الثانية طبعا مثلا رح يشوف المعلومة الثانية المعلومة الثانية كل هن رح يكونن بشيث عبارة عن هذا السنوفيال شيث هذا السنوفيال شيث رح يغلف ذني الفور تندنس ويغلف أيضا التندنس مع الفلكسر ديجيتورم بروفندس العضلة الثانية اللي رح توصل للأصابع اللي رح نتعرف عليها بعد شوية بعد هذه العضلة مباشرة فمثل ما فهمنا انه هذه العضلة رح تروح لكل أصبع بشكل منفرد وهذه العضلة رح تكون مغلفة بسنوفيال شيث بسنوفيال تندنس شيث هو عبارة عن تندنس شيث ولكن لأنه يعني يضم يضم عبارة عن تندنس يعني رح يضم عبارة عن ثمن أو تار فرح نسميه كامون فلكسر شيث أو سنوفيال كامون فلكسر شيث طبعا الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشيالس رح ترتبط بالميدل فيلنكس أو فور فينجرز ميدل فور فينجرز مثل ما قلت قبل شوق هذة المعلومة يعني معادة ولكن الجديد بها أنه رح تشتغل على على يا جوينت رح تشتغل على ولكن أي واحد منهن هو هذا بتضبط يعني وين صاير هذا الجوينت هذا بتضبط وين صاير رح نشوف بعي شوي اا بقى شوي هاي المعلومة الجوينت هذا ح Frankfurt رح نشوف هاي المعلومة بعي شوي ولكن اه sailed دكونا تعرف على هذا الشيء. اه طبعا مثل ما قاعد نشوف هذني التندن مال الفلكسر ديجيتورم سوبرفشالات وموزقة بتو رو اه رو يكون بروكس اه رو يكون سوبرفشل ورو يكون ديب يعني السطر او الصف يكون فوق وصف جوه فذني الاثنين اوكي ذني الصفين فرح تتكون عندي فور تندنس هاي الفور تندنس راح توصل لكل ديجيت بشكل منفصل لو نلاحظ انه اه هنانا طبعا اكو شق هذا الشق راح نعرفه بالفروفندس انه شنو معناته شون صاير هاي راح نتعرف عليه بالفروفندس ولكن عمليا انه هذه التندنس واصطة لكل اصبع بشكل منفرد ها طبعا التفاصيل الكثير راح نتعرف عليها بالهند اه طبعا الفوق ال two tendens الفوق راح يوصل لذني الاثنين اللي صارت بالنص اما اللي جوه راح يوصل كل واحد راح يوصل لهنا واحد راح يوصل لهنا بمنتهى البساطة اه ادنا الان الريلتوف بوزيشن الريلتوف بوزيشن اه جدا مهم اه طبعا هذه الفلكسر ديجيتورام اه سوبرفشالس مثل ما قاعد نشوف اه طبعا قاعد تكون ديب للسوبرفشال اه لاير اوف موسوز وقاعد يكون التندنس مالاتها قاعد يكون ميديل للميديان اه نيرف قاعد يكون طبعا التندنس مالاتها ديب للفلكسر اه ريتيناكلام اه طبعا قاعد مثل ما قاعد نشوف هذا الذني الالنر نيرف و 1953 قاعد يتكون العضل لنفسها التندنس مال hull بالتندنس مالاتها يعني بالدستال عن اد منعدها قاعد تكون العضل كل من political陳尺 نظم له انها هذه الريلتوف بوزيشن جدا مهمة راح نتعرف بعد اكثر على تفاصيل عن الريلتوف بوزيشن هاي مثل ما شفنا acre هذا يعني تشوف لي relative position بالنسبة للبرفندس طبعا مثل ما قاعد نشوف هذه هي العضلة هنا احنا اللي سوينا قصينا التندنس ما للعضلة وشناها للعضلة كلها بالكامل طلعت عدي اللي جواها هي عبارة عن البرفندس جواها مباشرة نلاحظ انه هذا التندن ما للعضلة هذا واحد هذا الابنيروسز مالتها او التندنس هذا نسمي ابنيروسز المفروض هذا التندن وبعدها وين تروح؟ تروح العضلة مثل ما قاعد نشوف واصلة للدجتس الان لو نلاحظ انه البرفندس بعد شوي يعني رح نشوف ان البرفندس التندن مالتها واصلة للدستل الدستل فيلنكس بينما السوبرفيشالس واسطة للميدل هذا الترتيب اشتلون صار من ناخذ البرفندس المفروض انفهمه فهذه كرلتف بوزيشن للعضلة كملخص الان عن العضلة ملخص بشكل عام انه العضلة ترتبط بالهومروس وترتبط بالألن وترتبط بالراديوس وترتبط بالميدل فلانجيز هاي اول نقطة النقطة النقطة الثانية العضلة صار سوبرفيشل للبرفندس اوكي بروفندس صار سوبرفيشل لها اساسا من اسمها ايضا معلومة مهمة عندي انا بنسبة لي ورح يعني نتفصل بها بعديا ولكن انه لطيف انه نحفظها ما تنهسه انه التندنس مالتها رح تكون رح تكون ميديل اوكي ميديل للميدين نيرف ورح تكون التندنس مالتها رح تكون لاترال رح تكون لاترال الهن بينما رح تكون ميديل للميدين نيرف يعني هذا كرلتف بوسيشن تقدرون انتو هسه لحد الان طالبهم تابعين رح تقدرون يعني توصفون البوسيشن مالتها بمنتهى السهولة بالنسبة لكم وهذا الشيء بالنسبة ليه جدا مهم هذه الى حد الان اللي تعرفنا على العضلة ننتقل الى الريلتف او الستادي الثاني على الريلتف بوسيشن لانه هذا ايضا كلش مهم مثل ما قاعد نشوف هذا يضطيني فكرة اخرى اللاحظ انه هذني ذني عبارة عن التندنس ذني الاربع اللي صارت مكونات يعني مثل النقاط مع المربع يعني على اضلاع او على زوايا مربع ام كونات يعني مثل المربع اه طبعا هذا الشيث اللي قاعد يغلفهن هو عبارة عن الكمون فلكسر شيث هذا عبارة عن كمون فلكسر شيث ايضا سينوفيال كمون فلكسر شيث ايضا نقدر نسميه اه بعد شنو اللي ادنى اللي ادنى انه اه هذي هي التندنس مثل ما قاعد نشوف انه هذا عبارة عن الميديان نيرف اه هذا عبارة عن الالنر نيرف والارتري فهاية هيا رح تكون عبارة عن لاترال للالنر والالالنر ارتري نيرف ورح تكون ميديال للميديان نيرف بمنتهى البساطة الان ننتقل الى الانيرفاشن اوف اه ديس مسل طبعا النيرف اللي رح يغديه هو عبارة عن الميديان نيرف الروتس مالتها رح تكون سي سبن سي ايد تي ون اهنان اريد اشير النقطة اه طبعا هو مفروض يعني اللي متابع اني صح من الجنرال انتومي وصوله اللي هنا فانه يكون عارف هاي النقطة شي سلس بالنسبة الي ولكن بالنسبة الي اللي قاعد يتابعني مثلا اجاو دخل على الفرق رأسا انه ما شاهد المحاضرات السابقة من اقول انه الروتس مال هاي العضلة مال هاي العضلة هنه سي ايت سي سبن سي ايت تي ون معناته انه النيرف فايبرز النيرف فايبرز اني هنه الاكزونس مال الخلية العصبية اللي واصلات للفلكسر ديجوتوري سوبرفيشيالس جايات من الروت سي سبن يعني من السجمنت او السباينال سجمنت اللي هي رقم سي سبن سي ايت تي ون هذا معناته مو معناته انه الميديا النيرف هنه ذاني الروتمات يعني ممكن تكون الروتماء للميديا النيرف غير ذاني غير السي ايت تي ون سي سبن سي ايت تي ون غير هن ممكن تكون غير هن فهمتوا الفكرة؟ فاحنا يعني مثلا شنو معناته ممكن الميديا النيرف انه ييجي يضطي مثلا مثلا يضطي انه لالبرونيتر تيرز مثلا يضطي مثلا نفرط سي فايف يضطي مثلا لالفلكسر جيجتوروم سوبر فيشالس يضطيها ذاني انه سي ايت تي ون ويضطي مثلا بعد لالفلكسر كاربي راديالس انه يضطيها شي مختلف ويضطي مثلا المكان ثاني شي مختلف كل مرة يضطي شي مختلف مو معناته انه احنا ارجع الروت او انه اكون حافظ الروتماء المفروض يعني انه اعرف ارجع كل عضلة اعرف مثلا شنو روتس مالتها من خلال معرفة فقط الروتس مال النارف لا انه انت لازم تحفظها كل انه يعني ما لالفلكسر جيجتوروم سوبر فيشالس انه سي اي سي سي اي سي اي تي ون دني لازم تحفظها روتس لكل عضلة لازم تحفظها ماكو قاعدة خاصة بيها ماكو قاعدة خاصة انه خلاص يرياضيات وتحفظها لا انه سورة الرياضيات في الطبق قال انها تحفظها بس تحفظها مو اكثر طيب الان ننتقل الى المين اكشن طبعا شوية المين اكشن شوية لازم مش رح لها بعض النقاط اه الفلكسر جيجتوروم سوبر فيشالس او الاف 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 دي اس او الاف دي اس او الاف دي اس يعني mainly بشكل أساسي رح تشتغل على two joints الجوينت الأول اللي هو نسميه proximal inter phalangeal joint احنا بالأصابق قدنا two joints قدنا two joints الجوينت الأول اللي هو proximal proximal inter phalangeal joint proximal معناته قريب inter phalangeal معناته inter معناته ما بين phalangeal معناته ما بين phalanges يعني ما بين هذا وهذا هذا الجوينت رح نسميه proximal inter phalangeal joint هذا رح يكون distal وأيضا رح يكون inter phalangeal joint distal inter phalangeal joint فصار عدي اثنية السوفر فيشالز رح تشتغل على هذا لأنه رح ترتبط هنا الانسر شمالتها رح يكون هنا الانسر شمالتها رح يكون هنا 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 فهي رح تشتغل على هذا الجوينت أوكي على هذا الجوينت اللي هو هذا الجوينت هذا اللي يمبين هنا أوكي هو هذا الجوينت رح تشتغل عليه هذا أول جوينت الجوينت الثاني رح تشتغل على الميتا الميتا كاربو هذا هو المتاكاربوفلانجيالجاينت لماذا سميته متاكاربوفلانجيالجاينت طبعا هو عندي واحد لكل فنجر هذا هذا فلانجس يعني إذن إذن إذا كانت فلانجيز جمعهن هذا واحدة فلانجس يعني عظمة سلاميات طبعا المفروض السلاميات أت solemn وهذا هو عبارة عن السكند متاكاربول السكند متاكاربول فما بين هذا وهذا رح نسمي هذا الجوينت عبارة عن واضحة اعتقد فانه رح تشتغل على باختصار ايضا ممكن شو تشتغل على الرست ولكن بشكل اساسي رح تشتغل على شغلها على ولكن ممكن يعني شغلها الاساسي على ولكن ممكن ايضا تساعد بالفلكشن ايضا نقطة مهمة انه انه قادر على انه تحرك كل اسبع بشكل منفرد قادر على انه تحرك كل اسبع بشكل منفرد يعني تحرك هذا واحدة هذا واحدة كل واحدة هذا ما تحكى ولكن رح نشوف بقى شوي بالفرفندس انه لا ما تقدر تحرك كل ديجية واحدة تحرك ثلاثة سوية وواحد تحرك لواحدة هذا المعنى طبعا ببساطة انه رح تشتغل على هذا المدل فانحنا شنسوي نجيب مثلا هذا الاصبع ذا اللي رح نثبتهن البقية وهذا رح نخلي ايدي مثلا هنا اقول له حركة against resistance فنلاحظ انه قاعد يحرك يعني اا اكو قوة ثاني قاعد احركة فقاعد احرك فبشكل طبيعي وطالما قاعد يتحرك يعني السورفشالس شغالة طبعا احنا لازم انسوي الامناشن او انكتفاشن لفلكس ريجيتورم ذني ثلاثة تحرك ثلاثة تحرك ثلاثة تحرك هذا تحركة واحدة وذني ثلاثة تحركة 10 soon فانا ا inflammatory ثلاثة تحرك dive وحرك فقط لكن من أحركه أتعمل الامنしい فلادrigia ثلاثة تحرك تواطر نفس الامن ano ببساطة لابن بنفس الامن أنا اتداد اداد حتى اقدر اتأكد انه هي سليمة بهذا المعنى فلازم اسوي ارجع عيد النقطة انه اثبت ذني الاثنين هذا يعني ممشكلة بس اثبت ذني الاثنين وهذا احركه طالما قاعد يتحرك تمام فانه السوبرفشالس شغاله البرفندس رح نشوف بها شوية انه شون العمل معلتها وشون نقدر نسوي لها التست التذكير فقط انه احنا بعدنا بالفلكسر pronator muscles of forearm اللي هي muscles of anterior compartment of forearm طبعا اتعرفنا لحد الان على السوبرفشال وتعرفنا على الانترميديات الان رح نبلش نتعرف على deep layer او deep group of muscles of anterior compartment of forearm ذني رح تكون عبارة عن 3 muscles بسيطات كلش ما رح يعني تكلفنا هواية فنبلش نتعرف عليهم طبعا اول اضلة مثل ما قلت لكم انه رح تكون عبارة عن flexor digitorum aprofundus اوكي هذه هي flexor digitorum aprofundus نفسر تسمية العضلة العضلة اسمها flexor يعني تعمل flexion digitorum يعني تعمل flexion للdigits profundus يعني تكون deep احنا مقدنا عندنا عضلتين واحدة superficial و واحدة profundus السوبرفشيال تكون superficial البرفندس تكون deep بمنتهى البساطة هاي تفسير اسمها ما محتاجين اكثر ما محتاجين اكثر حتى نتذكرها فركزوا بالاسم واستذكروا الاسم خليوا ينطبوا بذاكرتكم حتى بعد ما تنسوه لانه هو الاسم قاعد يكشف كل خبايا العضلة باختصار اه كattachment مال العضلة رح ترتبط بالالنة ترتبطوا شوي شوي رح نشوف الدقيق مالتها ولكن كعظام رح ترتبط بالالنة فقط يعني من الproximal وبالdistal رح ترتبط بالdistal phalanx الباس of distal phalanges of medial four digits ببساطة نتعرف على relative position بطريقة افضل مثل ما قاعد نشوف او سوري تعرف على الattachment وليس relative position طبعا كattachment نلاحظ هذه المنطقة كلها مخصصة للattachment of flexor digitorum profundus هذا عبارة عن الالنة وهذا عبارة عن الـ interosseous membrane فعمليا رح يكون الattachment مالتها عبارة عن الالنة وعبارة عن الـ interosseous membrane هذه الـ الـ مثل ما قلت انه الـ او سوري الـ ببساطة هذه الـ مال العضلة طبعا ادها شوية مالتها نفسها على الالنة ولكن رح تكون من الـ posterior او سور هي من الـ medial aspect رح نشوفها من الـ medial aspect ولكن ما رح تبع يعني نقدر نقول postromedial postromedial هاي الزاوي رح تكون تقريبا postromedial فرح نشوفها انه هذه ايضا يعني جاي الـ attachment واصل لهنانه على الالنة او ايضا عندي احنا الـ يعني الـ الـ مثل ما قلت انه رح تكون بنفس الشيث هذا اللي هو common flexor sheath common flexor sheath هذا الشيث كله يحتوي على tendance of superficialis وال tendance of profundis هذه طبعا الجوة السطر اللي يجول اللي يصير اربعة هو ما للبروفندس وطبعا كل واحد من ادهن واصل لـ يعني لـ اللي مقابل الى اوكي مثل ما قاعد نشوف لـ digits المقابل الى بهذه البساطة اه طبعا هذه ما للـ superficialis حتى يعني الميز ما بيناتهم هنا رح يكونن كلهم بكون الفلكسر sheath واكيد رح يكونن ديب لـ الفلكسر ريتناك لمو رح يدخلن اكيد بالـ carpal tunnel اه ننتقل الان الى relative position مالتها مال العضلة اللي هو جدا مهم ثم قاعد نشوف هذه هي العضلة هذه هي العضلة اه صايرة على العضم مباشرة ماكو بعد عضلة جواها عدا انه اكو عدي عضلة هنانا ولكن عمليا يعني انه اغلب العضلة ماكو شي جواها هي صار مرتبطة يعني على الـ على الـ فماكو شي جواها تقريبا يعني ماكو شي جواها من بدايتها الى ما نوصل لهنانا ماكو شي جواها هي فقط مرتبطة بشكل مباشر على الـ على الـ وشوية على الـ ايضا هذه العضلة مثل ما قلنا يعني مسبقا انه هذه العضلة رح تكون deep للـ deep للـ من اسمها يعني مجرد انه مجرد انه ولكن النقطة المهمة بالـ الآن لو نتصورها لوجيكالي انه عندي هاي الـ 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 واصل التندن مالتها الى distal phalanges أو four medial digits بينما الـ يعني لو لوجيكالي انه ببساطة انه العملية يعني المفروض المفروض كان انه توصل للـ distal phalanges والبروفندس توصل للـ ولكن اللي صار العكس فشون صار هذا الشيء صار ببساطة انه عدنا هاي العضلة هاي العضلة اللي هي السبع في الشالس لو نلاحظ انه التندن مالتها كلهن مقسومات اثنين كأنه التندن مال البروفندس عملية لها يعني يعني زارفها زارفها عملها ثقب و قابر الى distal phalanges من كل digit ببساطة طيب ليش هيتي يعني صراحة انه يعني بحثت بس انه صراحة ما تعبت نفسيها ما سنعرف ليش هيتي ولكن اللي فهمته انه قاعد يوفر كفاءة اكثر للعضلة كفاءة اكثر شلون انه ذني التندنس رح يظلن مرتبطات يعني رح يظلن ديب ما رح يطلعن يعني ما رح يكون يعني شروري نقول انه من من تحرك اصابعك رح تشوف انه التندن ينزاح عن الدجد لا انه رح يبقن رح يبقن يعني رح يبقن قريبات من العظام هذا ايضا مشكل فائدة يعني من هاي النقطة حتى ما تطلع انت تتخيل انت تتزن في شيء التندن ما تكيطلع مبينة يعني فهاي وحدة اثنين انه كفاءة يعني كفاءة بعملها رح تكون اكثر هذا اللي فهمته بس انه صراحة مون كلش هذا اللي استنتجته صراحة ولكن احنا ما يهمنا هسه يعني هذا ما يبحث به الاناتومي انه ليش صار هيتي وانه اللي جانايت ببساطة بس حتى يعني يكون جواب منطقي بالنسبة انه انه المصدر باحث شوي بهاي النقطة بس ما مطي لها اهمية كبيرة لانه كما يبدو هو مو شغلة ولكن مطي شوي هنت انه ببساطة يكون كفاءتها اكثر هيش هاي اللي فهمته ببساطة ولكن احنا اللي يهمنا انه يهمنا نفسر نفسر شلون وصل وصل ببساطة انه ثقب ثقب التندن يعني اللي يهمنا انا اللي يهمني الآن اللي يهمني انه افسر شلون ما التندنس أوف بروفندس واصل لي الديستل بينما الـ tendons of superficiales وصل للمدل ببساطة أنه الـ deep أو الـ tendons of flexor digitorum profundus عامل piercing للـ tendons of flexor digitorum superficiales ببساطة ثاقبة وعبر للجهة الثانية هذا اللي يهمني أكثر شي البقية بقية التفاصيل مكلش مهمة الآن طبعا كـ relative position هو relative position مهم جدا والـ cut section هنا بهذه النقطة مهم جدا هذا مثل ما تعرفون هذا اللي هو عبارة رح يكون عن tendons of flexor digitorum profundus هذا اللي مالي superficiales نقدر من خلالها أنه نصف مكانهن مكانهن صاير لو نلاحظ أنه هذا المدين نيرف حيكون لاترال لكل ذني المجموعات كل ذني لأنه ذني رح يكون أن كلهن بنفس common flexor sheath synovial common flexor sheath كلهن رح يحويهن أوكي فهذه نقطة مهمة أنه دائما نستذكرها فأنت مرح مثلا باشو ربا أنه مرح يصير طبيب بالـ hand يعني أكو جراحين يتخصصهم يصير تخصصهم فقط الـ hand فما صحيح أنه جراحين بشكل عام بس أنه تخصصه أكثر سيكون بالـ hand فأنت من تفتح الإيد هنا رح تشوف أنه هنا عبارة عن sheaths من يوصل لهنا يكون sheaths بنفس الشيث بهذا المعنى فهي نقطة مهمة ناخذ بالنا من قدها الآن كإنرفيشن للـ flexor digitorum profundus فرح يتم تغذيتها بـ two nerves بـ two nerves مو نرف واحد اللي هو الـ ulnar nerve رح يكون بالـ medial side معلتها يعني رح تغذي هاي توجد الـ digits دني ثنينتهم رح يغذيهم الـ ulnar nerve يعني دني distal المسؤول عن حركتهم هو الـ ulnar nerve يعني المصر اللي يتحركها هي الـ profundus فاللي رح يغذي هذا الجزء من عدها رح يغذي الـ ulnar nerve النوع الثاني أو سوري الـ nerve الثاني اللي رح يغذي الجزء اللاترال من عدها رح يكون هو anterior interosseous nerve of median nerve anterior interosseous nerve الـ median nerve رح ينقسم إلى اثنين anterior interosseous و posterior interosseous anterior interosseous part من عندها أو branch غير نسمي رح يكون هو اللي يغذي اللاترال اللاترال half أو lateral part سامي أفضل اللاترال part من الفلكسر ديجيتوروم رفاندس طبعا روتس مالتها بالنسبة للـ ulnar اللي جاية من الـ ulnar رح يكون C8 و T1 T1 هو مايين و اللي جاية من الميديان بالعكس رح يكون C8 اللي هو الميل و T1 اللي هو يعني الماينر الآن كأكشن الماين أكشن رح تشتغل على هذا الجوينت فعمليا أنه هي منسا من أريد أثبت هذا كل شيء شاهدون ساها يضطئ الحالة هاي هسا اللي قاعد يتحرك هو البروفاندس اهنانا ما تتحرك السوبرفاشيالس تتحرك فقط البروفاندس اه بعد شنو قدنا ان البروفاندس the only muscle اوكي العضلة الوحيدة اللي توصل للدستل اوكي اللي توصل للدستل هي الدستل هي عبارة عن ال الدستل انتر فالانجيال جوينت هي عبارة عن البروفاندس هي العضلة الوحيدة طبعا اه مثل ما قلت اساسا مسبقا انا قلتها هذاني الى ثلاثة يتحركين مع بعض يعني لو اللاحظ انه مثلا هذاني اريد اثبتهم وهاي لو اللاحظ انه لو تلاحظون انه انا ما اقدر احركهم واحد لازم يعني ما اقدر احركوا الواحد واحدة لازم يتحركهم ثلاثة سويا فهي هذا اتحرك واحدة هذا يعني بس هذا الجزء من عنده يعني لو اللاحظ انه هذا عادي يتحرك شوفوا هذا عادي اني اقدر احرك يعني هو المفروض اقدر احرك بس انا ظهر ما اقدر احرك بس هذا اقدر احرك واحدة طبعا اكون بشر يحرك اثنين سويا واحدة بس يعني رح يكون ثلاثة تحرك سويا يعني ما اقدر احرك بشكل منعزل وهذا احرك يعني احرك واحدة بشكل منفرد نقرأ هتن يعني نشوف هشون مكتوبة اللاحي وما تلقوها بالنسبة المصل يعانا فلكس رجزتوروم سوبر فيشال ذا فلكس رجزتوروم بروفندس كان فلكس only the index index finger اللي هو هذا independent اللي محطوطة بالاحمر thus the fingers can be independently flexed at the proximal but not at the distal phalangeal interphalangeal joint يعني بالنسبة لل superstars انو الجونت البقية اقدر احرك انو بشكل تمام بس بالنسبة لل distal interphalangeal joint ما رح اقدر احرك انو بشكل independently بالنسبة لل index رح يكون واحدة وذن رح يكون سوية هاي كل الفكرة بما يخص المين action of flexor digitorum of profundus قرأتها لانو ضروري يعني تفهمون النص ضروري انو ايضا يعاد النص عليكم وضروري انو شوف هذا بالأحمر هو اهم شي انو ال index independent الان ننتقل الى التاست وهو اهم شي طبعا يعني هو مكتوب التاست ولكن الفكرة انو اريد اسوي elimination اريد افحص فقط flexor digitorum profundus فالطريقة الصحيحة انو اخلي هاي بهاي الطريقة هاي وهي طبعا هو اخلي ايدي على الجسمة واطلب من عنده انو يحرك اذا مثلا شفت انو ما رح يقدر يعني هنشوف هذا الجوينت قاعد يتحرك اذا هذا الجوينت ما قدر يحرك يعني البرو فاندس مشغالة بس اذا مثلا حرك اصبع مننا اشوف قاوي عادي يتحرك مننا يتحرك يعني معناتها السوبرفشال هاي ولي البرو فلازم اميز اميز الجوينت اللي يتحرك هنا البرو و الجوينت اللي يتحرك هنا السوبرفشال طبعا ايضا انو احنا من نريد نفحص يعني البرو نحنا ما نفحصها فقط لان حتى نشوف هي المصد نفسها اكتف ولا يعني شغالة ولا مشغالة ايضا نريد نفحص يعني مثلا البرو فندس انو رح رح يغذي و رح يغذي هذا اللي سيت اسم صراحة و رح يغذي هذا اللي هو يعني وال و ك ك اناتومي بالانجليز صراح سيت اسم هذا وهذا رح تغذي الم او ك فعاني من اجي افحص هذا شغال يعني معنات الميديان اللي واصل لهنان شغال يعني شغال العضلة بينما انو يعني الميديان شغال اوكي اذا افحص ذني هذني غثنيا وطلع عن سلمات يعني العلمر شغال هاي الفكرة العضلة الثالثة لهذا اليوم رح نسميها طبعا هنا يسموها بلاسز يعني اوكي سموها بلاسز واخي سموها بلاشز انا الي هذكر كنا بالجامعة نسميها بلاشز كتسمية كل واحد اكيد ادى لفض لانه اساسا هي لاتينية يعني مو انجليزية فاني رح اتمد يعني نفس اللي قلنا اللفظة اللي هو اللي هني اكثر من اللفظة العضلة العضلة نفسها هذه هي ببساطة العضلة خلي نفسر تسميتها شنو بالضبط يعني تعمل هاي حفظ معناتها انه قعد توصل للثمب يعني جاية من يصف للثمب ثمب اللي هو عبارة عن الابهام فمعناتها انه هذه العضلة قعد تعمل لثمب لانه عندي عضلة يعني واحدة وحدة لانه هاي اللي نستنتج من نقول انه مثلا يعني لازم فهمتوا الفكرة فهاي سبب تسمية العضلة ومعنى تسميتها مثل ما نشوف انه العضلة مرتبطة بالرديس ومرتبطة الانتر عصيس ممبرين وتوصل للثمب رح نشوف بعد شوية هذا مثل ما قاعد نشوف الاتاتجمنت مالتها بشكل دقيق اكثر لانه ضروري انه يعني ضروري انه نشوف الاتاتجمنت مو لا نحفظ بالضبط مثلا شنو هو ونعرف تسميته بس انه على الاقل لازم نشوف ونتصور هاي شي مهم طيب الفلكس مثل ما قاعد نشوف مرتبطة بالرديس ومرتبطة بال الممبرين وايضا مرتبطة بال ديستل فيلنكس ديستل فيلنكس أو فارس ديجت فارس ديجت اللي هو نفس الثم ماشي فمرتبطة بال ببساطة طيب كالت فوزيشن مالتها طبعا هذه هي العضلة اوكي فلكس فلكس بولش هذه هي العضلة وهذا هو مالتها هذا مالتها ببساطة واسطة مثل ما قلت الى تقريبا نهاية الثم وتعمل للثم هاي العضلة تقريبا بشكل كامل للعضلة طبعا العضلة راح تكون ديب الى السوبر فيش هذا اكيد لانه اساسا صغيرة بالديب لير فرح تكون ديب لها ولكن ما مغطيتها يعني السوبر فيشيالز او المغطيتها بشكل كامل مغطيتها بشكل جزئي اوكي مغطيتها بشكل جزئي مثل ما راح يكون لاترال لكل البقية البقية الموجودة بالصورة الان يعني التندن مالتها ضروري اعرف ما كان بالضبط بالكاربال تانل مثل ما قاعد نشوف هذا هو تندن تندن قاعد يكون لاترال للميدين نارف قاعد يكون هو اكيد موجود بالكاربال تانل فاكيد راح يكون ديب للفلكسر راح يكون راح يكون ميديل للتندن أو فلكسر كاربي رادياليس بالكاربال تانل فقط راح يكون ميديل هذي كل التفاصيل اللي احنا محتاجيها على الالتفوزيشن الان كإنرفيشن للفلكسر بلش لونجس فطبعا راح يكون الانتيري انتيراوسيس نيرف أو ميديا نيرف الانتيري انتيراوسيس براونج أو ميديا نيرف ورود ماتر راح يكون المين وال تون هي المينر يعني هاي الماينر هاي المينر الآن كمين اكشن المين اكشن يعني البرايمارلي الفلكس ديستال يعني الدستل يعني هو اساسا ما عندي بس واحد هاي توصل الانسيرشن ماتر راح يكون هنا فرح تعملي الفلكشن ورح تحرك اللي هو الثامب لأنه اساسا ما عندي بس واحد هنا عندي بس هنان عندي بس واحد فرح اسمي الفلكسر سرح اسمي فببساطة هاي يعني معناة شنو معناة انه هي راح تحرك هذا بشكل اساسي راح تقوم بهاي الحركة راح تقوم بهاي الحركة ولكن هي ايضا راح تشتغل على المتاكاربو المتاكاربو فلانجيال جوينت المتاكاربو فلانجيال جوينت أوف فرس ديجت اللي هو أوف ثامب يعني هاي ايضا راح تشتغل على هذه العضلة وايضا راح تشتغل على الكاربو الكاربو 高 dogs which is K-A this is going to make them appear I think I stay in the shade so I can read them to keep them here I'll use the joint onward and I will use this joint and I will use this joint so it is an interesting belief there are three joints both are interfoilangease metacarbo phalangeae والcarbone metacarpal يعني اللي قاعد يصير الجونت اللي قاعد يصير ما بين المتاكاربال بون وما بين الكاربال بون بهذا المعنى فthree joints راح تشتغل عليهم reflexor polishes longus ولكن بشكل أساسي بشكل أساسي عملها الأساسي راح يكون على الانتر فيلانجيال جونت اللي هو على الديستل فيلانجس بهذا المعنى الان how to test this muscle the proximal phalanx the proximal phalanx of the يعني يصير held on the distal phalanx يعني بما معناته انه هاي الحركة هاي ببساطة هاي الحركة آني اريد احركة اريد احركة هاي الحركة اريد اسويها اطلب من هذا الشخص انه يسويها سواها تمام الحضلة شغاله تمام ما قدري سويها انه العضلة شغاله ببساطة النا و الراديس بما معناته انه بعد ماكو اي ستركتر جواها ببساطة ماكو بعد ستركتر جواها هي صايرة ديبست ديبست ستركتر ببساطة يعني اكثر ستركتر صاير ديب هذه هي العضلة هذه هي العضلة مرتبطة طبعا بالالنا و الراديس مثل ما قلت نشوف الاتاتجمنت بالتها بشكل دقيق اكثر هذا ارتباطها بالالنا رح يكون هنانا و ارتباطها بالراديس رح يكون هنانا هذه البروكسيمال اتاجمنت وهذه الديستل اتاجمنت او هذا الوريجن وهذا الانسيرشن هاي كمعلومة طبعا مثل ما قلت انه من اسمها انه هي برونيتر انا رح تعمل برونيشن الكوادريتس سبب دسميتنا لشكلها انه مربع فسميناها كوادريتس الان هاي طبعا هاي طبعا هاي يعني ما موجودة العضلة هنا ما عدنا تفاصيل عن هالعضلة كل الفكرة انه حبيت ابين لكم المكان مالته وين بالضبط اللاحظ انه هي صايرة على اعتاب الكاربال تنل قبل ان يبلش الكاربال تنل تقريبا يعني هي تنتهي تقريبا ايضا انه كل التندنس اللي يمرن بالكاربال تنل رح يكون سوبرفيشل لها هاي ايضا نقطة مهمة انه اركز بيها الان كإنرفيشن للبرونيتر كوادريتس اللي هو الانتيريال انتير اواثيس اوف انتيريال انتير اواثيس برانج اوف ميدين نيرف ارود سمعت راح تكون هي نفسي 08 و T1 C8 المين والT1 هو المينر كالمين اكشن طبعا هي المين يعني احنا قدنا تعمل ولكن مو قويل ولحظة هاي العضلة قد ستعدي وهي الكوبة القصة فانه عندنا هاي العضلة ايضا تقوم تقوم بال ولكن مو هي المين مو هي الكفو اللي كفاءتها عالية المين هي هاي العضلة اللي صايرة هنا ايه اللي هي 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 المين طيب ليش هاي مو المين على رغم انه هاي اكبر من هاي البرونيتر تيرس اكبر من البرونيتر الكوادريتس البرونيتر الكوادريتس الزاوية ما للعمل مالتها زاوية مثالية فرأسا بس تقلص انه سويت بينما هاي العضلة اللي هنانا مو هي المين اه لانه الزاوية مالتها صايرة الزاوية مالتها مائلة فما قعد تقدر تعمل بشكل تعمل لكن هي ايضا تساعدوا ايضا مهمة طيب اه هاي كنقطة انه يعني هاي يعني تبدي تبلش البرونيتر تيرس هي اللي راح يعني تبدي تبلش البرونيتر ورح تساعد بيهم فهي مهمة يعني نفس فكرة السوبراسبانيتس مصل اللي هي كل اللي راح تسوي راح تبدي من الصفر ديجري الى الففتين ديجري او الاتين ديجري حسب ولكن يعني اغلب المصادر اللي هو الففتين ومن بعدها راح تبدي شده البرونيتر تيرس يصعب عليها تبلش من الصفر بس انه يعني هي اقوى هي اللي راح تكمل وهي اقوى فالبرونيتر تيرس رح تساعدها راح تبلش Woo vào multitpex و راح تساعدها بإكمال عملها أيضا يعني ما راح تتوقف لك و راح تساعدها رونيت كوادريتس أسو هاوب ذا انتر أوسيس يعني أنه تعمل ثيكينينج أو تعمل الشر اللي نقول هاوب ما بين الهيو ما بين الراديس والألنى يعني تجدبهم على بعض تساعد الانتر أوسيس منبري طبعا هذا السلايد يعتبر سلايد مراجعة و بنفس الوقت أنه يمكن للي ما وصلت للفكرة بشكل كامل أنه الآن راح تنقلها بشكل كامل تقريبا طبعا هذا عبارة عن شي مقعر مثل ما قاعد نشوف قد تقعر من الجهة اللي أنا قاعد أنظر بيها و طبعا هذا عبارة عن غطاء و قاعد يدخل يعني بيفت شي فهذا راح أسميه تنال هذا السهم راح يمثل كل الـ هذا الغطاء راح يمثل هذا الشكل راح يمثل أو أو أيضا يسمون يعني القوس اللي مكونته ببساطة طبعا عدنا هذا الآن راح نستذكرها طبعا هنا مكتوبات ولكن خليني استذكرها بالأول يعني ممكن تجيك صورة ما مكتوبة فأنت أول شغلة راح يعني تطلع عليها وتركز بيها أنه هذا هذا التركيب كله راح يجي جنب بعض كله راح يجي جنب بعض وأكيد راح يغطي كامل فلكسر شيث السنافية كامل فلكسر شيث فبالنهاية أنه أنت مرح تتعب نفسك كلش بأنه تفهم أنه ذني التندنس أوف فلكسر ديجي تورم سوبر فيشالس مصل وذني التندنس أوف ديجي تورم سور فلكسر ديجي تورم سوبر فيشالس مصل مرح تتعب نفسك حتى تفهم هاي النقطة هاي خلاصنا من قدها طبعا نحدد أنه هذا هو عبارة عن فلكسر ريتناك لم حتى يعني نحدد الكاربال تنال 1 موجود بالضبط فهذا هو الكاربال تنال طبعا هذا الأصفر عبارة عن فات هاي ذني عبارة عن البونز أوكي البونز ذني البونز نعرف أن ما يحتاج أنه نتعب نفسنا ونرجع نستذكرهن طبعا قدنا هذا هو عبارة عن الميديان نيرف الميديان نيرف صاير صاير اللاترال خلي نسميه السينافية كامل فلكسر شيث أو ذني التندنس أوف البروفندوس والسوبرفاشيالس اثنيناتهم هو صاير لاترال إلهن هذا عبارة عن التندن أوف فلكسر فولوشوس لونغس مصل أوكي هذا اللي صاير بكنال وحدة خاصة به اللي عامل فيرسينج للفلكسر ريتيناك لم هو عبارة عن التندن أوف فلكسر كاربي ريديالس مصل هذا طبعا هنا هذا هذا عبارة عن الألنر نيرف وهذا عبارة عن الألنر آر تري وهذا عندي عبارة عن التندن مال البالمارس دونغس وهذا رح يكون الكاربل أو البالمر كاربل لجامنت أو البالمر كاربل يعني ما متأكد ضغطي الكاربل قبل ولا البالمر قبل لكن تقريبا ما رح يكون نفس الشيء هذه كأفكار طبعا ذني ذني المصص احنا بعد ما تعرفنا عليها أدى هاية إنه مو هاية الفلكسر هنا أنا خاطصانة لأنه الأتاشمت معلاتها يعني مجلس أبينكم فقط الفلكسر كاربي ألنارس ولكن يعني الكاتسكشن هنا هي صايرة قبل الكاتسكشن فما وسط الهنان باختصار فهذه ككل ستركترز ذني احنا كل هنا تعرفنا عليها ذني بعد ما تعرفنا عليها إن شاء الله بالمحاضرتين القادمتين رح نتعرف على كل ذني بحيث تقدر نصفهن بشكل كامل كل ذني الموجودات طبعا هذه هي عبارة عن جدول قاعد يبين عندي كل المسلز اللي تعرفت عليهم اليوم هذني اسم المسل نشوف نلاحظ أنه اكتو حدس البروكسيمال اتاجمنت والدستل اتاجمنت هذا كل مبينة يعني بهذه بهذا الجدول الانرفيشن مثل ما شفناه قبل شوية إنه هذا الانرفيشن هنانا مبينة وهذا الاني المين اكشن لاني مبينهن هنانا هذا الجدول اهميته بأنه خليك تستذكر يعني كل عضلة خليك تستذكرها وين بالضبط موجودة ونصا من المصدر هاي الفكرة بيه إنه هو نصا من المصدر نحن هنانا انتهت المحاضرة اتمنى انه نالت اعجابكم هذه المحاضرة صراحة انه شوية صارة دي اليوم شوية ظروفة ما قدرت اسجيل إلا بوقت بتأخر ماعروف اذا رح تنزل باتر لانه بعد رح تشتغل الحاسبة وبعد انه الانترنت ماعروف شو قد رح يتأخر ولكن رح حاول اعمل جهدي بحيث انه تنزلكم المحاضرة بأسرع وقت ولكن غالبا بعد يوم مباشرة يعني صار الهزة يوم وره يوم إن شاء الله رح ينزل كل يوم ميام محاضرة عن الفور ار هذا كان كل شيء المحاضرة القادمة رح تكون عن ال مصدر مصدر بعد ان خلص المصد نبدأ بالنرس والارتيريز والسرفس اناتومي ثلاثيين وتكون خلصة الفور ار وبعدها نبدأ بالهند بعدها انه نبدأ بالجوينتس خلصنا الجوينتس يكون عندنا احتمالين يأما ناخذ اسئلة وكيسات عن الابرلم ونصر نحلي واسمالي وإلى آخره أو نكمل الابرلم هذا رح يكون باختياركم انتو نلتقي بالفيديو آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة